ورحمة الله وبركاته نبدأ بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعاً لنا لنستمر في نشر المزيد إن شاء الله ستعلن رابطة الدور الإسباني خلال الساعات المقبلة عن عقوبة النجم البولندي روبرت ليفندوفسكي بسبب تركم البطاقات بعد البطاقة الصفراء التي حصل عليها في مباراة فريقه الأخيرة أمام لاسبالماس بالليغة وبحسب قانون الانضباط في الاتحاد الإسباني لكرة القدم فإنه إذا تعمد اللاعب الحصول على بطاقة صفراء من أجل الغياب عن مباراة فيجب عليه تنفيذ عقوبة الإيقاف لمباراة وتوقيع عقوبة إضافية بالغياب عن مباراة أخرى وأكدت التقارير أن ليفندوفسكي تعمد الحصول على بطاقة صفراء من خلال التباطئ في الخروج من أرضية الملعب عند استبداله ووفقاً لصحيفة موندو دي بورتيفو الإسبانية فإن لجنة العقوبات بالليغة قد حددت بالفعل عقوبة الإيقاف التي ستوقعها على اللاعب البولندي ولكنها تنص أيضاً في الفقرة التالية على أنه لتحديد نية لاعب كرة القدم ستأخذ في الاعتبار ظروف مثل طبيعة قواعد اللقاء التي تم انتهاكها وموقف لاعب كرة القدم أثناء المباراة وما إلى ذلك ولهذا الغرض يحق لحكم المباراة تسجيل مثل هذه الظروف في تقرير اللقاء وهو ما جعل الصحيفة تؤكد أن تقرير حكم المباراة بوسكيت سفيرير جاء فيه أن عقوبة الإنذار التي حصل عليها ليفندوفسكي أمام لاسبالماس بقصد إضاعة الوقت فقط وليس تعمد الحصول على البطاقة من أجل الوصول للكلاسيكو بسجل خالي من البطاقات وبالتالي من المتوقع أن تعلن رابطة الليغة عن توقيع عقوبة على مهاجم برشلونة بالإيقاف لمدة مباراة وحيدة فقط وهو ما سيجعله يلحق بالكلاسيكو أمام ريال مدريد حيث أنه سيغيب عن المهاجم